نستهل النقاش والذي نستضيف فيه جار سبرة عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري وهيثم منع رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر ومعي من واشنطن فرح الأتاسية لامينة العامة لرابطة المرأة الوطنية السورية أهلا بكم إذن آخر ما جاء من الأخبار هو أن موسكو أكدت بأنها لن تقبل بالضغوط التي تمارس عليها فيما يتعلق بالملف السوري وأنها لن تغير موقفها الاستنكار الواسع الذي قُبلت به مجزرة الحولة من جهة وترد عدد من الدول لسفراء سوريا منها من جهة أخرى لم يغير كثيرا في الموقفين الروسي والصيني المتمسكين بدعم النظام في سوريا والرافضين لأي تدخل عسكري فيها الوقت سابق لأوانه كي يتخذ مجلس الأمن إجراءات جديدة بشأن الأزمة في سوريا في هذه المرحلة روسيا ستمنع أية محاولات للسماح بالتدخل العسكري الموقف الروسي ليس جديدا وهو أتى بعد تصريح الرئيس الفرنسي بأن تدخلا كهذا قابل للنقاش التدخل العسكري ليس مستبعدا شرط أن يتوافق مع القوانين الدولية أي أن يكون موقع إجماع في مجلس الأمن موقف أستراليا أتى موافقا مع فرنسا فهي أبدت انفتاحا على مناقشة الحل العسكري لكن مع شرط الحصول على تأييد دولي لا أستبعد مناقشة الحل العسكري لكننا نحتاج إلى إجماع داخل مجلس الأمن ليحصل ذلك وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار انتقادات الروسيين والصينيين وهذا حقهم لكيفية حصول هذا التدخل الأنظار كلها تتجه نحو مجلس الأمن إذن في وقت أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا أنه سيعقد جلسة خاصة لبحث إحداث مذبحة الحولة ولو أن المراقبين يشددون على أن هذه الخطوات رمزية طالما أن الولايات المتحدة وحلفائها يحاولون منذ العام الماضي ومن دون جدوى إقناع روسيا والصين بتغيير موقفهما من دمشق فرح الأتاسي ضيفتي من واشنطن طبعا تتابعين ضغوط تتابعين كل الإجراءات الدبلوماسية التي تخذت ولكن ربما هناك سقف لن يتم الوصول إليه ربما بسهولة وهو سقف مجلس الأمن نعم توفيق بعد الرحمة على أرواح شهداء اليوم أكثر من 16 شهيد في درعة وحمص ومناطق متفرقة من سوريا نتساءل إن كان المجتمع الدولي بحاجة إلى صور أكثر من 100 شهيد وأطفال ممزقة وجوههم ومذبوحين بالسلاح الأبيض لكي يتحرك يبدو أنه حصل انقطاع في الاتصال وعبر الأقمار الصناعية مع واشنطن هي ثمنعت بعد ما بدأت تقوله ولكن هناك الآن ربما تحرك روسي وصف بأن الموقف الروسي تغير نوعا ما ما صحة هذا الكلام أنا أظن بأن الموقف الروسي منذ الشهر الثاني من هذا العام تحول من موقف جامد إلى موقف ديناميكي أكثر ديناميكية ولو أنه لم يتغير بالشكل المطلوب الذي يستجيب لموقف الشعب والحراك المدني الثوري في سوريا لكن بالإمكان القول بأنهم لم يعودوا يتسمرون حول صورة محددة لنظام ذهب عصره وبقي العكسي يعني متى يذهب فبهل إطار هذا بالإمكان القول بأنهم يقبلون أشياء كثيرة ويطرحون أشياء كثيرة ويناقشون عدة أفكار طيب ما هو الجديد الذي تطرحه موسكو على سبيل المثال أمام كل هذا الضغط الدولي أنا أظن بأن اليوم المشكلة الأساسية المطروحة بالنسبة لسوريا هي مسألة هل خطة كوفي عنان ستنجح نازالت قابلة للعيش أم أنها قد شئعت وماتت وإن كانت قابلة للعيش فهل هي قابلة للعيش بشكلها الحالي أم من الضروري تغييرها على ثلاثة أصعدة أساسية التركيب الوظيفة والهدف التركيب بمعنى مضاعفة عدد المراقبين الدوليين ثلاثة أو أربع مرات الوظيفة تجهيزات جديدة تسمح لهؤلاء بالعمل وصلاحيات جديدة بوجود خبراء للتحقيق في التفجيرات في المتفجيرات وفي الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب وبالنسبة للهدف الهدف هو وضع حد للدكتاتورية والانتقال إلى نظام ديمقراطي في سوريا طيب أنت تنظم صوتك إلى صوت المجلس الوطني السوري الذي طالب يقول بأن تنحي الأسد هو الحل أنا أظن بأن السؤال ليس هنا إذا كنا مع كوفي عنان سيؤدي كوفي عنان بالضرورة إلى تنحي بشار الأسد عبر التناول بعد ذلك لا مش بعد ذلك الخطة تقضي بالتحول يعني خلال الخطة طبعا جائد في الخطة لأنه لدينا قناعة كاملة بأن التحول السلمي ممكن أن يكسب أكبر تعبئة شعبية ممكنة في البلاد أما المواجهة العنفية فستحولنا إلى مواجهة وتقسيمات أفقية بين مجتمعين أو أكثر من هنا نحن ندعم تطوير أداء كوفي عنان حتى إذا وصلنا إلى صيغة قوات حفظ سلام فيها بحيث تكون قادرة على أن تنتقل من النقطة الأولى إلى النقطة السادسة التي تنص على التفاوض مع من لم يتلوث بالدم أو بالجرائم من أجل ذهاب الدكتاتورية ومن يمثلها والمجرمين ومن يمثلهم وبقاء سوريا بقاء الشعب السوري بقاء الدولة السورية وبناء مؤسسات ديمقراطية في البلاد جور سابرة دائما في هذا الموضوع قابل العيش أم لا وهو يختلف نوعا ما في المطالبة بتنحي الأسد بالنسبة لي ليست مبادرة سيد أنان هي التي تستوجب رحيل الأسد وإسقاط النظام ما استوجب ذلك هو أصوات السوريين قبل عام من الآن عندما بدأوا بشعارات الحرية والكرامة ثم انتقلوا إلى إسقاط النظام بعد أن ولغ النظام بدم السوريين إلى حد لا يطاق منذ ذلك الوقت أصبح سقوط النظام واجبا وأصبح رحيل الأسد وهو أحد أكبر رموز القتل في البلاد هو النافذة التي ستفتح على الحلول الحقيقية والإيجابية لبلدنا لكن مجريات الأمور الآن أريد أن أعلق تغذية صغيرة على شعور السياسة الروسية بالضغط عليها لدرجة تقول أنه لن ينفع هذا الضغط أنا أسأل هل أصبح التوحد بين السياسة الروسية والنظام السوري إلى هذا الحد؟ هل طرد السفراء السوريين من العواصم الأوروبية يعني الروس إلى هذه الدرجة واعتبروه ضغطا عليهم؟ وهل تقبل روسيا أن يعبر عن سياستها أو أن سياستها تحمي نظاما قاتلا أصبح نتوءا في المنطقة؟ هذا سؤال كبير يجب أن تجيب عليه السياسة الروسية ليعترفوا أن السياسة الروسية الآن محرجة محرجة والذي أحرجها ليس هو طرد السفراء ولا السياسة الدولية إنما منظر الأطفال السوريين في الحولة والجرائم المتتالية في حماء وبعدها في دور الزور ثقل الدم السوري خلال 15 شهرا هو الذي يحرج السياسة الروسية ويحرج كل المترددين في الداخل وفي الخارج من قول كلمة الحقيقة إن هذا النظام أصبح خطرا ليس على حياة السوريين وليس على مستقبل سوريا فقط بل على الأمن والاستقرار في المنطقة وها هي لبنان والوضع في لبنان بدأ يحصد بعض نتائج سياسات هذا النظام وما يفعله خلال أكثر من 15 شهرا في بلدنا حتى الآن أنت برأيك مثل ما ترح أسؤال هل هي قابلة للعيش هذه الخطة أم لا؟ لنرى الواقع أن نحن لسنا في مخبر لا هو أعطى حتى نقاط التركيب الوظيفة والهدف نحن نريد الواقع المخبر حوالي شهرين طرحت المبادرة أيدها شكليا النظام السوري أيدتها المعارضة بما فيها الجيش السوري الحر التزم أيضا بتطبيق بنودها ما الذي جرى للأرض؟ الآن ليس من المبادرة إلا نصوص الستة للبنود الستة على الورق والسيد أنان يذهب إلى دمشق ويخرج منها والمراقبين يعلنون ذلك لكن أين هي النتائج؟ ليتحدث المراقبون أو سيد أنان عن بند واحد جرى تنفيذه فإذا بعد شهرين لم يجري تنفيذ بند واحد متى تنتظر المبادرة تنفيذ بنودها؟ نحن نقول المبادرة التي قتلها النظام عن المبادرة العربية والمبادرة الأخرى الدولية التي يعمل على قتلها منذ بدايتها حتى اليوم لا تستطيع لا التأويلات السياسية ولا الأمنيات أن تنهض ميتا من بين الأموات فرحة لا تأسي للأسف انقطع صوتك من واشنطن ولكن الصورة لا تزال هنا بالتأكيد أنت تابعت ما قاله جار صبرة وهيثم مناع ولكن السؤال متروح وبالتالي وبالتأكيد تتابعين ما يجري هناك نوعا ما من الرفض لأي تدخل من قبل برلين على سبيل المثال وحتى من قبل الولايات المتحدة أتحدث عن أي تدخل عسكري أو طرح فكرة التدخل العسكري فرح يبدو أن هناك إشكالية في الصوت مع فرح لا تأسي فرح لا تأسي نعم هل استمعت إلى السؤال؟ طبعا فقدنا الصوت معك في البداية وتابعت بالتأكيد ما قاله هيتم مناع وأيضا جارج صبرة ولكن تبعت بالتأكيد ما يتردد من برلين من واشنطن برفض فكرة التدخل العسكري في سوريا نعم في الحقيقة لم أتابع بشكل كامل يعني توقفت عند توصيف أو مطلب الأستاذ هيسم مناع بإعادة تعريف مهمة كوفي عنان ودخلنا في التركيب والجاهزية وأنا أتساءل هنا كم من منجازر جديدة سيشهدها الشعب السوري لكي يتحرك هذا المجتمع الدولي أو لكي تنجح مهمة كوفي عنان أصلا مهمة كوفي عنان بنيت على باطل تم توقيعها من قبل طرف واحد هو النظام السوري بينما لم يوقع بروتوكول مبادرة كوفي عنان أي من الأطراف الأخرى التي تحملها روسيا المسئولية لم نجد أي من ممثلين عن المجلس الوطني أو الجيش الوطني الحر قام بالتوقيع يحملون المسئولية لطرف مجهول لا ندري من هو في اليوم الذي قام فيه السيد كوفي عنان بأحداث مكتب له في جونيف وتعيين نائب له ومتحدث باسمه ومجموعة من المستشارين وطلب ميزانية لأكثر من سنة كاملة تبين لنا أن السيد كوفي عنان لم يأتي لكي ينفذ هذه النقاط الستة أو يضع الحلول لإنهاء هذه المأساة التي يعيشها الشعب السوري الآن وأن ما جاء فقط لإدارة هذه الأزمة وإضاعة الوقت نحن لسنا بحاجة أبدا إلى أن يتحرك المجتمع الدولي بعد أن شاهد منظر الأطفال الممزقة وجوههم ووقوع أكثر من مئة شهيد في يوم واحد في قرية واحدة هي الحولة وتصرف بوقت كان يجب أن يتصرف به منذ زمن ونحن نطالب بطرد سفراء النظام السوري ونتسأل هذا المجتمع الدولي عن إزدواجية المعايير كيف يطلب من نظام أن يرحل وهو لازال يعترف بسفرائه في عواصم القرار أنا أعتقد أن المسؤول والملام الأول والأخير هو روسيا روسيا عندما شرعنت القتل بالفيتو الروسي الصيني منذ هذا اليوم أختوفيق إذا عدت إلى ذلك التاريخ المشؤوم وأنت تجد أن وطيرة العنف والقتل ازدادت في سوريا منذ هذا اليوم الذي قامت فيه روسيا بالتصويت ضد مشروع قرار يفرض فرضا على هذا النظام الحل وكلنا يعرف يعني تساؤل السيد كوفي عنان عن إنجاح عفوا السيد هيثم منع عن إنجاح مهمة كوفي عنان يجب أن يوجه إلى النظام لا يجب أن يوجه إلى الضحية إلى الشهداء الذين يقعون يوميا ضحية لهذا صمت المجتمع الدولي العاجز عن اتخاذ أي قرار حاسم وأيضا قبله صمت المجتمع العربي والإسلامي الذي للأسف لم يتحرك حتى الآن ساكنا يعني نحن نحيي طرد سفراء النظام السوري من بعض عواصم القرار الأوروبية والغربية ولكن ماذا عن سفراء النظام الأوروبي في دول عربية وإسلامية لا زالوا يقبعون حتى الآن وهذا النظام لا زال يمارس إجرامه الشعب السوري مل من كل هذه الوعود والتكرارات نحن نفقد يوميا مئات من الشهداء والمعتقلين السيدة لينة المهاني سيدة كبيرة الآن تقبع في سجون الاحتلال الأسدي بسبب نشاط ابنتها مروى الغميان عن أي كلام نتحدث فقدنا الشاب باسل إشحادة المصور الذي ترك الولايات المتحدة وعاد لسوريا ليدرب زملائه أبطال الحرية على التصوير ليكونوا رئة وعين الثورة عن أي كلام نتحدث لا يوجد منطق في مقاربة ما يجري في سوريا وتحميل كوفي عنان الذي قدم مبادرة مبتورة مبادرة لم ينفذ أي بند منها حتى الآن نحن نحمل هذا المجتمع الدولي وقبله العربي والإسلامي وقبله أشقائنا في بعض مدن سورية لا زالوا صامتين بدأوا الآن يخرجون فعلا بردود فعل إيجابية وطيبة نشكرهم عليها كتجار الشام ودمشق الشرفاء الذين أغلقوا أبوابهم احتجاجا على دماء أبنائهم في الحولة فرح سيجيبكي طبعا هيثة مناء تفضل هيثة هي تقول بين المقارنة لا تجوز تفضل أولا أنا يعني لم أتوجه لأحاسب الضحايا في قضيتكم في عنان يعني هذا فهم كتير أبعد مقاربتي عن الحقيقة النقطة الثانية اللي أحب أقولها كل المسؤولين الغربيين والأتراك والخليجيين الذين التقينا بهم والذين وافقوا أو اعترضوا على كوفي عنان لم يقدموا لنا أي سيناريو آخر الخطة بيه الذي تحدث معنا أحد المسؤولين البريطانيين فيها قلنا له فلنسمحها لم يقل كلمة واحدة الخطة بديلة يعني عن خطة بنا البديلة اللي فعلا كان مع الشعب السوري بيعمل مثل الكسف وما له بحاجة لمجلس لامن بيعمل مثل العراق ما له بحاجة لمجلس لامن يا أخي ما بدهم ما بدهم يقدموا قرش واحد للدم السوري ولا بدهم يقدموا قرش واحد للشعب السوري لا عنا نفط عما نقول لك عنا استراتيجية ما عم بيردوا علينا ما بدوا استراتيجية بيقول لك أنا عندي صواريخ بتوصل للصين بتغطي سوريا كلها فاستراتيجيتكم كلها مائلها هذا الوزن التي يستلزم خسارة مادية وبشرية لتدخل عسكري فأنا أن بقول بكل هدوء أن مشكلتنا الأساسية هي الواقعية ليس السياسية الواقعية الثورية أي بمعنى أن لا نبيع أوهام للناس نتباكى على أبواب هذه الهيئة وتلك نجلس هنا وهناك أين أنتم هذا سقفهم وكل أصدقاء سوريا اللي بيقولون أنهم أصدقاء الشعب السوري هذا سقفهم يتحججون في فينة بيقولوا وحدة المعارضة السورية يا أخي أنا وجورج قوة واحدة وصوت واحد ما في شي فرقنا المسائل التي تفرقنا ونختلف عليها لا تستوجب عدم تدخل أي طرف ولا تستوجب أن يقفوا متفرجين لكن المشكلة هناك من هذا سقفه فلنتعامل معه على هذا السقف ونعتمد على أمكانياتنا الذاتية ونشوف شو بإمكاننا نقدم من أجل القضاء على الدكتاتورية والخلاص من النظام الدكتاتوري السوري بكل عصابته هذا هدف نحن السوريين نقدر نقول بالإمكان أن نذهب بعيدا فيه لأنه نحن معنيين بأهلنا بإخواننا بجنودنا بكل شيء بينما الآخرين للأسف أحيانا يضحكون ونحن نتكلم عن الطفولة الميتة اللي بتسقط بالأرض جثث فللأسف نحن نقول هناك سياسة عملية الآن مطروحة علينا نحن منقولهم طيب روسيا والصين والولايات المتحدة الدول خمسة دائمة العضوية ماذا قدمتم على صعيد الإغاثة إذا انتقلنا للنقطة برقم اثنين في كوفي عنان اللي هي عملية الإغاثة لحوالي مليون إنسان سوري قدموا 37 مليون دولار أي أقل من 10% من الاحتياجات التي تتقدر بنصف مليار يورو فكيف هذول بدك تقول لي أنهم حريصين على الشعب السوري ويقفون مع الشعب السوري إذا كان ممخصصين أي ميزانية لنقطة أساسية في خطة كوفي عنان طيب سألها تاسي الأمين العامة لرابطة المرأة الوطنية السورية شكرا جزيلا لكم شكرا